موسيقى سيداتي سادتي انتباه من فضلكم هذا الفضاء خاص بالصراحة والوضوح المرجو عدم استعمال لغة الخشب شكرا على تفهمكم موسيقى وعلى بركة الله مرة أخرى بدون لغة خشب دائما بدون مواد حافظة العادة في بدون لغة خشب أنا كنسهول كيف بغيت وشن بغيت والضيف كي يجاوب كيف بغى وشن بغى إنما لابد يجاوب بدون لغة خشب في حالة استعمال خشب غرفة الظار بالمرصاد بدون لغة خشب هذا اليوم العالم المغربي الدكتور رشيد اليزمي دكتور مرحبا بك شكرا لأنك معنا اليوم جدا لغة خشب مرحبا بك مرحبا بيا عندكم مرحبا بك معنا ومرحبا بك في بلادك دكتور رشيد اليزمي اللي كان عرفوه أبو البطاريات صحيح عسميا عندها هو دكتور رشيد اليزمي اليوم ما عندناش لغة الخشب عندناللغة الليثيوم ولغة البطاريات ولغة س Lilithium في لغة الخشب سوا في لغة الخشب ما غني أعيقش بك هذا هو المشكل بطاريات بطارية لن تسمى الطابلات والتيليفون بالتشارجة لمسة رشيد اليازم لا كانت أي جهاز نقال بطارية لا تسمى الاختراع رشيد اليازم من الآخر أي شيء تستعملها كل بطارية عندها طبق الزائد والناقص والاختارة ليه هو الطبق الناقص اللي اختارته في 1979-1980 1979-1980 كانت عمره عامين تلسنين رشيد يزاميكا يختار عليه بطارية عاد بديت الدكتورة ليه وختارت هذا الطبق الناقص للغرافيت ومن الصناعة في اليابان خداوه عشر سنين باش يسوقوا الاختارة عشر سنين باش يسوقوا عشر سنين ما بين 1980-1991 عاد الشركة اليابانية خرجت اول بطاريات اللي تم القابلة للشحن القابلة للشحن فيها الاختاراتيال الله اكبر 1991 لحد الآن ما لقاوش ما احسن لحد ساعة لحد يوم 22 رسوق رشيد يزامي بدلو طبق يعني زائد لكاتود بدلوها تبدلت لكن الانود طبق الناقص زي ما القرافيت ولي وهاتش كله غادي تشرحوا لنا سي رشيد يزامي انا اليوم دماغي وخاطري عامرين بالاسئلة باش نفهمك وباش نعرفك اكثر واكيد الناس غيبهو يفهموه ويعرفوك اكثر غي غتستحملني شي شوية الله يجازيك بخير انا رأى ادابي والله تشل لقنا الله لقنا الله وانت عاليم جبارك الله الميام غت تصبر علينا وصافيغة الديني على قد عقلها تشل اعطى الله رشيد يزامي كيف خلتي سنغافورة بدها سنغافورة اولا انا انا هدي اتناشر عام وانا عايش فيها ناشر سنة اه كنت اقبل دوست عشر سنين في كاليفورنيا مهم كنت في المعهد تكنولوجي ديالكاليفورنيا كالتك كالتك حل ام اي تي الجهة يعني ديالغرب اي اي اه اقدام لوس انجلس وهادي كالتك كانت هي اللي تت كتصير المعهد الكبير ديالالنازم هاي تقولو جيت بروبورشن لابوراتوري اه اذا كانت عندي علاقة مع كالتك بالاساسات كالتك محركوا مع الباحثين ديال للنازم ديال للنازم محوم اول بطاريا مشت المريخ فيها لانو… لانو د يجرافيت ديال رشيد ييزين البطاريا الي مشت للمريخ وعييطول installment人 قالوا لي يالله قدur Link الله عليك ادرك البطاريا ديالكن جينها حجبتو في المريخ يعني سبحة عمالله من بعد مشيت لسا نغافه احنا وحلين مع اشي وحدين هنا يا الله صافي نمشي وليه؟ لكن البطارية سبقاتنا البطارية سوف نسميها فيها المساة مغربية على كل حال المساة محسوب علينا ما عندنا من دير وقد يمشي نمشي دقة دقة نشر سنة في السنغافورة علش بالطبط السنغافورة؟ عندها قصة أولا أنا العمل لي كان في المعهد في البحث العلمي الفرنسي السنة النسونية للغشة السيونتيفية في باريس والمختبر لي كان في جرونوبل كل شيء دوستانا في جرونوبل ومني دوست الانتحان عندما ندخل السنة الرس قلت هل هم كان واحد يعني انجوري عشرين ديال الأساتي لا كلهم دا كاترة قلت لهم إلا كان السنة الرس بغي يكون عنده سافير علمي أعطوني هذه الخدمة أعطوها لي إذا دوست دوست عامين مع السنة الرس سافتوني لليابان دوست عامين في قيوتو وعودة رجعت انجوريس عشر سنة في غونوب من بعد رئيس ديال البحث العلمي للبطاريات لنازا أكتب لي قال لي السير راشيد ستجعدنا عن واحد المؤتمر في سان فرانسيسكو الله يخليك جعدنا عندي مهار الاثنين يبدأ المؤتمر أول محاضرة تكون ديالك نشيتي طبعا نشيتي طبعا إذا هذا كان فخ لماذا؟ لأن السيد حتفل ودار وعطاني أول محاضرة ساعة الله فلانيار 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 في سان فرانسيسكو بعد دوست واحد اليومي قال لي الله دوروا واحد دوره في المختبر ديالنا خلينا الطيارة واحد الساعة لبين سان فرانسيسكو للوسانجير ومسينا المختبر دياله وقال لي الله يخليك هذه المحاضرة لما الباحثين دياله لم يكنوا كلهم يجيوا لسان فرانسيسكو الله خليك عدا أعطينا لنفس المحاضرة بشواء المختبر مختبر وبلد ما دوست المحاضرة أعطيني واحدة جولة في المختبر هذه واحد ساعة حل واحد الباب فيها مكتب قال لي السراشة دا المكتب ديالك قال لي أجي قلس معنا نهار مرحبا بك قلس معنا أسبوع مرحبا بك قلس معنا شهر مرحبا بك قلس معنا عام فشان مضغتي لك الأختيار أختيار أرجعت كنت كتلك ساعة تزوجت والزوجة ديالي حاملة إلى أخير قلت له قلت للسيد الله يخليك أنا تنصدر واحدة كالتفلة كالتفلة الله يحفظ والله يبارك فيك ومعال الزوجة ديالي تتفقنا أنه ما يمكن لي نمشي أنا الأمريكا إلا تكون بنتي وصلت 7 سنين آه قل لي مكين مشكلة كل لحام كي يصفت لي خلس معنا محبابيك تدير البنيزة 7 سنين وحظة إذن في 2000 سنة 2000 سبتمبر مشيت الكاليفورنيا بإذن من السنرس السنرس قبلني باش نمشي أنك تمشي آه نمشي وقال لي رئيس ديالي قل لي غادينا بحلي آه نخليوك عام ما ينفوش تزيد على عام آه لأنه أنت مهم الأخير ما خسكش بقادة زيادة ما يفرطوش فيك بسهولة إذن آه شنوقع أن تلت شهولة 14 بعد ما وصلت لكاليفورنيا بدنا ندير البحث العلمي الأخير درنا واحدة اكتشاف مهم جدا في علوم المادة علوم المادة علوم المادة مهم ونشاهدنا تشاهدك الكتشاف كسبت لرئيس ديالي في بيغز قلت له هشكين و هشكين قال لي خليك آه قال لي مخصناش أعطت الإذن من نكتبها الأمر بحالي لأمرت واحدة الحوتت دخلها في الماء صافي صافي أمرتها لتبقى في الماء كتشاف مهم مهم ما يمكت قال ليك مخصناشي يخليه الماء يستفدو بي نقص إلى خير إيه هديك عام على عام على عام حال بقى في المريكان عشر سنين عشر سنين نشوف السيد قاق بوصل العام ونحن بقيت بعمل عشر سنين عشر سنين سبحان الله ما نوقع نحن في الفين الفين وثمانية ونبداية الفين وثمانية رئيس دي كان ذاك الوقت الولايات المتحدة جورج دابليو بوش داك الخيطاب العام يعني السنوي State of the Union حالة وقال فيه بأن المستقبل ماشي في الليتيوم في الهيدروجين ها ها اه اذا نقطع لتمويل للباحة العلمي في الليتيوم وابراداك الفلس كله المال كله لين مشيه الهيدروجين رشيد اليازاميم غايقول ايش بقي كنديره هنا ها 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 هنزكتمه ولكن مشكل وقنا ما عارف لا هو الهيدروجين ولا الليتيوم ولكن ماشي مشكل هاشي كله عنده علاقة بالطاقة بالطاقة مزيح حزين طاقة الهيدروجين سنتكلمو دا بعال الهيدروجين الاخضار لابا الليتيون تحت منه فبع. إذن وكنت عملت معه أستاذ الجامعي اللي حضنني في مختبر دياله. خدمنا على الهيدروجين ومنشرنا بعد المشورات على الهيدروجين. الهيدروجين ما عندي ما يمتع أي مشكل. ولكن الليتيون هو كل شيء. قلت له شوف الله يخليك صراحة. أنا ما بغيش نخليه رئيس يعني سياسي يحكم عليها. نحن نديره أنا كباحث علمي. إذن الله ينكم. كيفاش وجاهدك السيد رئيس ديال البحث العلمي ديال لانازا. منساخ الخبار باني 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 نرجع في حالتي الفرنسا الاخير. قال لي هدي ما ما يمكن لاش. ما يمكن لاش. ما يمكن لاش. غادي ندير المستحيل. ولكن تمسكتي بالقرار يقول لك ما تبقاش تلك الفورنيا. شنوقع. داك نفس في الفين و عشرة. اهه. جاء واحد الاستاذ من 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 صنغافور. زار كالتك. وطلق مع واحد الاستاذ صديقي زميلي. وتكلمه واحد الكلمة. خرجت كلمة بطارية. قال له هادر الاستاذ الامريكي ما يمكن لاش تخرج. تخرج. زيما تمشي من 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 كالتك. بلا ما تلقى مع السيد راشيد اليزامي. قال له انا. عايت لقال لي راح تسيد معنا هنا. تلقيته. لسنا شربنا قهوة. هي عالي. قهوة دوتخو. هي اللي. 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 اعطيت 12 عام. 12 عام في صنغافورة. وبالنسبة للباحث. في الحجم دي للرشيد. اليزامي. كيلقى كل ظروف بلاد بحل صنغافورة. باش انه. دماغوة تحلون زيان. والحق انا صنغافورة اولا. بلاد يعني. معروفة كتيشي من ناحية دي للتشي دي للفينانس. مه. البانك. وعندهم اه متقدمين بزاف. اه. في البحث العلمي. في البيولوجيا. اه. اه. وشي كان جديد. كان واحد المعهد جديد دي للبحث. حال الطاقة. مه. كانوا فتحوه في الفين وعشرا. الفين وعشرا. واستدعوني في حفل دي للفتتاح ديال هادك المعهد. اللي غد بقى فيها. ومن بعد ما نتشاهد عادي روحى يعني اناس سرموني الاخيرات ديال للفتتاح. وقئت رأسي مقلل محاضرة. اه. و هادك المحاضرة لديلها وهو. شنوها اللي غصنا نديروه في العشرة السنوات القادمة. في البحث العلمي. عشر سنين? عشر سنين القادمة. شنو غصنا نديروه في البحث العلمي في البطارية الليتيوم. هذا الوتيتر. اهه. انجليس لانت غداو. ايضا قدامي كان الوزير هنا ديالا في السنة اولا للا داحت العلمي المهنم. كان واحد الوزير قدامه هنا. وهذاك السيد الاستاذ الذي يجعل لك لك ومدير للمعهد للطاقة. اهه. الوزير قال لي شكرا علي الوزير السيد الأستاذ قال لي السيد راشي جيت لعدنا وهو الشي اللي قلت انه والله اللي عجبنا بزف وقمعنا قلت له لا لا نستحب شكرا أنا زي ما بغيت وني زي ما نشاك معكم شي أبحاث علمية ما كان مشكل لك باش نستخر نغفر لانا عندي بنتي بغيت دوز الباك وصلت عشر سنين بعد سبعة سن سبعتاش العام اذا دوز الباك قلت له سنة دوز الباك ولكن شكرا يجعل البلاد من بعد وغاتبق ولا ما شير يجعل زوجة ديالي من رجعت ل سلوس انجلس قلت له مشكين وشكين قلت له نمشي متأكد قلت له نمشي وقلنا كل شي وجدنا غادي راجعي الفرنسا وبدأت المغامرة ديال سنغافور ولكن الغريب دكتور هيزامي فرنسا امريكان سنغافور وما نسيتش المغريب ما نسيتش لنجي لزاف على اسماء اللي تشتغل على برة ومعروف تحن المغربة انا 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 بكل يعني الوضع انا ما رجعت للمغريب ما يمكن لش نشارج الباتري ديالي الباتري ديالي المغريب هو هو الشاعر ديال المورال ديالي سيارج قول حتى السمعة ديالك في العالم كيعرفوا العالم المغربي نازم طبعا الحدي عارف ديالي مغربي 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 متمسيك بها مغربي ما يمكنش تحيدها هذا الشرف ما يمكنش محسن منها تكون مغربي شحد الناس يبغي اللي مغربة ما يمكن لهم الله الله العالم اشعرف كبير تكون مغربي طبعا سهل اه وقيت محافظ على هويتك رغم انك تصور عالي من حجمك هل يتعرض الإغراءات غدي يجيوه فراص غدي يجيوه تحسب علينا احنا تحسب على رأي بلادنا مع مارك فكرت تنازل علتها مغربي ديالك ولا تمت بلاد خورها ابدا ما شي وكنت تخدم على نازج وعندي قالوا سي راشيد بغتي اعطيك لك غرين كارد وطول لعمل شكرا لاندي شرسية مغربي اتقل مازال عنك باسبور مغربي به باش كتحر لا عندي جوج عندي لان فرنسا عندي فرنسا عندي المغرب وما قبل تيش انك تكون امريكاني لا عمر عمر قلت ومع ذلك تمسك بتمغربي ديلك دكتور راشيد ياسامي ما كش يعجبك اللي اسمك سافير مغربي السافير هذي هذا شرف طبيعة الحال سافير خصلي اللي عندو رسفنسبة باش يقول كنت السافير يقول هلك وعلى السلطة في المغرب يا صاحب الجلالة نصر الله كانوا شحني في عيد العرش 2014 ودوس معها 30 ثانية 30 ثانية ديك شي اللي قل لي ما ما قل لي ش كون سافير قل لي احنا مفتخرين بك السير راشيد والله ينجحك في المستقبال وشو كان ديك شي حاجة لمغرب هتش اللي قلت له أنا على السنة الطاعة عارفين عارفين عنده غارة بيا يعايت لي يكتب لي أنا حاضر كانت وقل 30 ثانية 30 ثانية كانت كافية كافية تقلق كافية أنا كنت ديما فرحاني كلها نسي فرحان وقال اللي يقلق دك تقلق وهو أنك تشوف أنا باحث علمية تنظر العالم كله تنشوف كين الأشياء اللي كدوت وكن نشوف هات الموجة في حضب السيارة الكهربائية في المثال بدأت في الصين وفي آسيا وعاد إيلون ماسك تسلا إلى ستوصل المغربية نهار نحن نكون صبقين إذن القلب السيارة الكهربائية هي البطارية وإذا لدينا البطارية المغربية يكون عندنا وحدة شنون سين يحتاج للألمان وليس وعندنا كل شي هما براس بالألمان تطلبوا مني إذن هم سي تقول علاش شنو اللي تخص باش يعني هات شي تحقق يكون عندنا معمل تكولوجي جا فاكتوري نقبل ما تسلا مع المعمل في أريزونا 2015 سنة من بعد ما تحقق من صح جلا تقول المغرب عندنا الفوسفات عندنا الكوبال عندنا الطاقة الشمسية عندنا كل شي نحن نحن بدأ نحن تحقق نحن 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 النقص شوية الناس اللي يأخذوا القرار هي هذا خطر لدي شي حاجة إذا تعرف كيف توزن وتعبر هذا خطر تخاف خصو الزعام الزعام عندنا شوية بشوية ده الجيل أنا جني في بالي القصة ديال شي معهد ناوي أنك تديره في الجامعات الدولية ديال الفاس لكن مازان بلوك القضية لا لا المهم هي الجامعة الخاصة الخاصة مش الدولية عفوين رئيس ديالها بناء زعمال اللابراتور وجد من ناحية زعمال ديال البناء كل شي وجد حسنا نأتو نجيبه الآلات نجيبه الاخير 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 شخص الإمكانيات وشنو الدور ديال المعهد بالضبط المشروع شنو فيه أنا الحمد لله أي طاليب تخرج من عندي كله يدخل إما الجامعة كأستاذ جامعي وإما تيمشي للصنع الاخير ما كان تم مشكلة جما مئة في المعهد للطلبات كيفية البطارية كيفية تستعمال كيفية الاخير من ناحية السلامة من ناحية طولة العمر ديالها من ناحية الهندسة وكاين البحث العلمي كيفية تستعمل البطارية ديال 2030 سنوجدوها من اليوم إذا هذا المعهد هذا بغينا يكون أول معهد إفريقي إفريقي ديال البحث العلمي وديال ما شنهي يعني الأطور ديال الهندسة البطاريات وخصوصا في السيارات الكربائية اللي جايين بغينا ولا مغينا مغرب يعني تخصوص اللي غيحتاج المغرب لازم في هاد في هاد المرحلة والمراحل اللي جاي طيب سير رشي اليازمي بيت نرجع إيش ويا اسمحتي للتاريخ تفاسي قريتي فاس من معد الرباط شي براكا وشتي الفرنسا من بعد أمريكا اليابان دي المدرسة المغربية مئة في مئة مئة في مئة طبيعة الحال عوية مغربية درسة مغربية ساعتاش العام ساعتاشر سان ساعتاشر سانة كنت سيلو فيك على الأقل ساعتاشر سانة بحضة ايه هذا هذا ساعت الله لغاسين جذور بشجراء لغاسين لغاسين ومع المهم جذور دي المغرب مغرب أنا انت تذكر مني كنت في سنة الباكالوريا تانويات مليد مليد دريس في فيس كانوا زملاء ذا الدلقاء في تانويات فرنسية ديا تانويات humiliات ولا чно عد نحن ديا مليد رياض وان المستوى ديا الرياض يعني في المغرب عالي اعلى من اللي عندهم في فرنسا. اذا اه هاتش كله جعلني انا شوف تباك الله اشحال دي المغاربة كيدخلو كل عام لكل التكنيك. عدد كبير دي. عدد كبير. اول دولة في العالم زيما من غير فرنسا اللي عندها الاجانيب. اه. المغاربة هم الوليد. هم الوليد. ولكن لو بقيت في المغرب مثلا. ما بديتيش لما صار ديلك من فرنسا. ولك الشي اللي يجا من بعد. كممكن رشيد ليزمي يوصل لك الشي اللي وصل اليداب. اه ماشي بحالة نكون حاجة. ما نكونش اختارات. يعني البطارات الليتيوم. مئات المئة. ممكن اختارات شي حاجة اخرى. شي حاجة اخرى. لكن الليتيوم الا. الليتيوم ما كانش لذلك الوقت ما كانش. صعيب انك تغدير ما صار علمي في المغرب. كان يمكن طب الحال. كان ممكن. اه. لان اه. اه. رغم انه في ما نقوله ما عندناش الامكانيات في المغرب كان الدول اللي ما يمكن تمشي تدوز كل شهور ربع شهور في واحد المهاد في المانيا ولا في انجلاتيريا ولا في فرنسا ولا في اسبانيا ولا في ايطاليا. اه. تدرب. وانا عندي شخص في العلم. عندي شخص في البحث العلمي. اذا كيف ما كان الحال. واخن نسدو عليك في شي اخرى. اذا كنت اختار عشي حاجة. اه. يمكن. يمكن. يمكن ما اختارش. ولكن بطارة الليتيوم لا. اه. دعما في ذلك اللقص ما كانت تشي حد في المغرب عنده يعني شي مشروع في البطارة الليتيوم. انت اندرك على بداية السبعينيات. اه. من اشدت البحث واحد وسبعين. بعد عاد مشيت للا. اقصام ديال. ديال. احباريا. احباريا ديال المدارس الهندسة. وعاد دخلت للجرونوبل. لانسيك اعد دخلت للبحث العلمي. ولكن في الصغرك انت مش هغوف بالبحث العلمي ديال. كتفكر شي نهار غير لا 삼 � DENNIS County? انا اول صانع ديال الهيدروجين فاس. اه كدرتي لي. انا عندي كان عندي مختبر صغير في الفاس في البيت ديالي كان صناع الهيدروجين. ي Bolonات. active تلقوا لاسخين في السقف والوالدة كانت تحل باب ديال البيت دياله كانت تقول بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ لكوتي عم يطلع وبعض المرة كانت تلقوهم تيمشي والسماء وتتفقى تتابعون هذه اللي هنسميها رشيد اليازامي من الخيمة خرج علم مش خرج ميل من الخيمة خرج عالم تبارك الله وصفى على كل حال غدو السنين على كل حال رشيد اليازامي غيكون عنده أكثر من مئة براءة اختراع مئة وثمانين مئة وثمانين براءة اختراع لحد الساعة شنو كان أول اختراع دي رشيد واهو الاختراع الحق أنه هذا الاختراع الأول اللي كانت يخصو يكون يعني بالبراءة الاختراع هو ديال الجرافيت وكان يعني وكنت بالسطل هنا شي شوية الجرافيت شنو هوش كنديرو به والجرافيت هي ديالمادات السوداء اللي تنستعملوها في القلم ديال الرصاص اللي تكسب تكسب هيا قلنا مرس هداك هو الجرافيت مزيان وش نو اختراعتي فيه اللي هداك ممكن تشوف الجرافيت ناحية كي تلكيب ديالو هو بحال ديزيتاج هيا لكوش ويمكن الليتيوم يدخل مبيل الليكوش اذا متان بغير ونخزنو طاقة تنخزنو الليتيوم في قلب محافيك الجرافيت كي يدخل مبيل الليكوش وتاي يلقا راحته تاي يلقا راحته كيرتاح ومنتان مريم يخرج يحاود يخرج انت pros lent opinions كلا من البهين أو لعجوب الحال ولا يخرج لم يخرج نعمار مقتان لست المصاحب يريد بالليتيوم بكي سأتي في ف oro ihren ديدخل مبيل الليتيوم تنخزنوه ومنان تنبغاونا نستعملو الباطاريه الليتيوم يخرج من اللقرات ويمشي لدف Anglo كارض عدوا سهل كانت سهل بالله تم المشيل إه ماذا كيف اختير الع this arm لي كانت بضي bere رشيد يعزيم اذا مغاني الليتيوم سوف نعود للبطارية أنا لم أتشجعت بزاف في فرنسا من هذا الاختراع وكتبت واحد تقرير وصفتنا الباليز لكي نأخذه براءة وحصلت قصة طويلة نقصرها قالوا هذا الاختراع لم يكن لديه حتى شيء مستقبل نكتبها إذن خليت الانود ورجعت المشروع الرسمي وهو الكاتود عندما ندخلت السجلية الدكتورية هي الكاتود إذن خروج على الموضوع اخرجت إذن نستعمل بعض المواد ك قطب زائد كاتود ندخلنا ندخلنا النيكال ندخلنا الأكسجين ولكن ولكن ما كانش عندك الشعبية الشعبية البطارية قبل الشحن هي بحال عندك مفاعلات كيماوية في قلبها لكي لا تقبل الشعن كل عملية تمشي من الشمال ومن الشمال تكون تقليل ومن الشمال والأغلابية الرياكسون لا تقليل لكي لا تقليل ومن الشمال لكي لا تقليل سيكون أخرج من الشجر سيكون لكي لا تقليل لكي لا تقليل نفس هنا كإنسان يجب أن يرده الوكسجين يرده الوكسجين والشجر يرده الوكسجين الأغلابية إذن في قلب نفس يعني بطارية كل شيء يكون تمشيها وتمشيها بطارية إذن عندما تشحن البطارية هذا القطب الزائد يكون فيها الليتيوم الليتيوم مخزون في الكاتود عندما تشحنه الليتيوم يخرج من الكاتود وتمشي للانود يدخل للانود إذن تخرج الليتيوم وتدخله في الانود عندما تعمل هذه القضية فالفولتج ما بين العدد الفولت ما بين الزائد والنقص سيطلع تشارجر البطارية يدخل أو تشارجر في البطارية داخل البطارية الليتيوم يمشي من الكاتود للانود بعدما تستعمل البطارية في الهاتف الليتيوم يخرج من الانود وتمشي لكاتود يجعل بلاستو في أشكال وهكا تمكنك تدير هذي مئات المرات هذي باش البطارية الليتيوم مئات المرات ألاف المرات تشوف تشوف الناس يشحنوا الهاتف دياله يمكن جوش لسل المرات في النهار وتبقى الهاتف دياله ثلاث سنين لا إذن تتوصل الالف وخاكين شي وحدين كيتفرقوا عنهم ما عدت علاش واحدوك تتغيروا عندك مشكلة أخرى مشكلة أخرى ماشي ديالك هذا الشي هاد الاكتشاف هاد الاختراع اليازامي كاللي وصفوا بأنه في القيمة ديالكتشاف النار عند البشرية ما عدوش مبالغة ولا مبالغة ولكن أكيد كان عندو دور عندو يعني مرحلة جديدة والنار إن كتكون حدوش فالمترو ما تشوف الناس طلبة العافية ولكن كتشوفهم كلهم عندهم عندهم الليتون فدهم اه والله بحل التورة التكنولوجيا ريفوليسيون. حقيقة ريفوليسيون. تكنولوجيا. انه لأول مرة اه خرجنا واحد البطارية اللي تتشحن مئات المرات وخفيفة وسليمة. واغلب الاشياء على الاحوال تكون سليمة جدا. وجعلت انه المحمول كله ولا عادي تتضر تليفون في الجيبك ما تحشوش على دي التليفون كان فيها كيلو لثلاثة كيلو. كان كتير. التليفون سنة والثمانينيات قد اكتت الزول الناس اللي كانوا الكاميرامان. فرحان عنده الكاميرا فيها اللي تيوم. لدي كان شي واحد تهزل البطارية. البطارية فيها عشرة كيلو تهزة ما اتي بشي. دبا. 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 اليازامي كي ينتمى. كي ينتمى. اصور ميزين هاستي كريم لخلك. صور ميزين. دبا يا فرح. البطاري هتنضلي. هذا كل اسير عشان تخفيفة الزاف. الله 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 الله. ومازل سمعت بانو كينشي اختراع اخر قريب. اه. اه. احتراع شارجي في خمسة بتقايين. ايه. اشرح لين الله يرحمي لديك. اه. انا في الادابيك يسوه لو يتحمل نظافي. اه. اين مشكي. مرحبا 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 مرحبا. شنو كتشفت ان اه. طريقة ديال شحر البطاريات. ما تبدلش مندو اكتر من مئة وخمسين سنة. اه. مندو نصف القرن التاسع عشر الى الحد الآن سنستعملون نفس الطريقة للشحن البطارية تعمل الأساس ديالها لا يوجد الشحن البطارية ولكن الأساس دائما هو مبني على تيار كورن إلكتريك كونستان إذا هذا الطريقة كورن كونستان إذا كان عندنا كثير من جو تسوائي باش نشارجوا البطارية ما كان مشكل البطارية تتقبل الناتج تشحنا في ساعتين ما كان مشكل لابا مني وقع المشكل ديال السيارة الكهربائية تقول احنا بغير السيارة الكهربائية تمشي للستاسيون دو شارج قد سننا ساعتين؟ ما يمكنش مجدش عدلت عشاء تبنعس بقى السيارة هذه سننقلصوها الوخص ديال المنتان عمرو ريزارفات ديال السيارة العادية ديال الحرارة بحل غا ديمشين دياله مغزوت بحل غا نشارجي 10 دقائق ماكسيم عشرة دقائق إذا قلت بحرسي على شنو والسبب أننا منتان نقصو الوقت الزمان ديال الشحن أقل من ساعة البطارية الدرجة الحرارة ديالها تطلع الستين ولا أكثر إذا كتتولد البطارية خطيرة جدا لا تنفاجر وهذا هو المشكيل ديال تسلا ومازال انو المسك الله يدي ما فهمها ما تفهمت له بأنه عنده هو جابا سوپر شارجر مائتين وخمسين كيلو وات مائتين وخمسين كيلو وات يا الروبع ديال الميجا وات عندنا نطلع الوالف للي البيسانس ديس مائتين ولكن مني تبدأ يشحن البطارية تسلا سيارة تسلا 250 كيلو وات أقل من ستاو لسبعة دقائق الحرارة تطلع الخمسين هذا مشكل وتيهبط في عوض المائتين وخمسين تهبط المائتين وخمسين تهبط المائتين وخمسين وعود يهبط الانقصار إذا الوقت الزمان ديال الشحن تطلع تطلع إذا سيارة شليزامي قال قال بأنه نحلو هذه المشكلة ماذا؟ باش نعطيه الفكرة الناس كل ما يمكن أن يفهمه صور أنه عندنا واحد يعني أثلات السيدة الجوز أولمبيك ايه قلنا له غادي تجري واحد المسافة 20 كيلو متر سمي ماراتون وباريك نديرها في ساعة احنا لا مشكلة إذا كانت تطلع واطية يجري 20 ساة سرعة ووجاته مزيان لا 20 كيلو متر من بعد ساعة يدرك 20 كيلو متر غير اللي مفهموش اليابانيين المهندسين الصوني أنه تطلع ماشي واطية مثلا لما كانت تشارج الباطري كان العقبة وكان الحضورة فلا شارج الباطري كان العقبة حسنا إذا كانت بطل أولمبيك وقتل وكان العقبة 15% وعشرين كيلو متر الساعة لا يستطيع لا يستطيع وعندما يستطيع هابط ثلاثين اربعين خمسين ممكن إذا انا بدلت هذا الكورون الذي يشحن البطارية على حساب هل البطارية قابلة ولا قابلة شحن وعندما نعرفها قابلة ولا قابلة لذلك يعني العلاقة ما بين الشاحن والبطارية إذا الشاحن يعرف البطارية ما بغياش تنقص تقول له أنا هابط لحضرك وعندما يطلق إذا مفهومة إذا بدنا بساعة ما كانت بشكل حارات ثلاثين 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 ما كانت بشكل خمسة وربعين دقيقة ثلاثين دقيقة 20 دقيقة 15 دقيقة كلما نقصو نشوفو درجة الحياة الميزان ديالي هو درجة الحياة البطارية لانا السلامة وقفت في عشر دقائق عشرات دقائق كان كان فئة ديال البطاريات اللي ممكننا نشحنها في عشرات دقائق ما كانت مشكلة وكان فئة أخرى اللي شحنها في ستة دقائق وخمسة دقائق هذا خمسة وستة دقائق وهذه البطاريات اللي استعمال ديالهم شنو الألات في أي حاجة هذا البطاريات كان يجب الأشياء أولا ما هي المواد اللي تستعملوها في البطارية دائما دائما ما ننظرش عليه بقات الكاتود غير ما الكاتود فيها الفوسفات فوسفات فوسفات عدنا الفوسفات عدنا كل شيء باش نصنوها البطارية والله يديهم يديهم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لا يسمع هذا الشيء بالفوسفات يعني الطاقة ديال الخزن الطاقة ديال البطارية اللي فيها الفوسفات أقل من ديال الكوبالد آه أقل ولكن آه يعني السرعة ديال ديال الشحن ديالها أحسن أقل إذن هذا الروكور اللي عندنا اللي حطمنا الرقم القياسي العالمي ديال البطاريات هذا الشيء أنا قلت له هدي جود الأسابيك في ليون كانوا ستمياد الناس في الحجرة وقلت لهم إحنا عندنا إلا كان شيء واحد ما بينتكم عارف بأنك هنا طريقة أخرى من غير هذي ديالنا ضي خليك قلها لي ما كان شيء واحد إذن بالنسبة لي عندنا رقم قياسي العالمي هاتشي معال نازيل سنغافورة ولا راشيد اليازمي بوحده لا هاتشي ما عنده تش علاقة في سنغافورة لا أنا عني نفس سنغافورة نفس سنغافورة لا هذا اختراع ديالك هذا كان يمكن أن نديره حتى في المغرب كان يمكن أن نديره في مكان زي ما كان شيء مععد للبحث العلمي كنا نديره وهذا ما يريد أن نديره مععد ديال فاس وهذا الاختراع يكون مئة في بقى مغربي مغاربة ودعوا البحث ديالهم في المغرب ودعوا شجلوا دكشي في في لونون بيك ديالنا ديال المسؤولين للمغربة كنت تكلم معهم فهد شيء أشكي جوبو فهد شيء أشكي جوبو فهد شيء يا زمين تقول اسمك الله عليك أنا مستاخلين بك رمضاني يقول لي يا نادي أنا كيف قلت لك قبيلة كي بل لنا شيء نقيلة كيلعب الكورة البرا كمشيون جريه وكنديرولي الباسبور وكندخلوه باش كيلعب حيت ولدنا ودمنا وما نفرتوش فيه علش في نظرك ما زال المغرب ما قدرش يستغل يستافد من الخبرة ديال رشيد ليازامي أيوة أنا يعني سمح لي ما نسيت الكلمة بالعربية تيتو راس قاسع راس قاسع شنو معنتها أنا مثلا ما فقتش الأمال ما زال ما فقتش الأمال ما زال الحمد لله اللي يام جاية وبشوية بشوية بشوية اللي عمل شوية الأشياء بلس تبدل إذن تنظن بأن السنوات القادمة السنة المقبلة والسنة المعنى كل شي شي حاجة شي حاجة كانت تفكر أنك تدخل ترجع للمغرب بشكل نهائي لا يمكن لش أي بلد يمكن أن نمشيها نهائي لا يمكن لش أنا لازم أحرات من أن أنا لازم كل مرة فيها ولكن يمكن لنقول لك يا زمان دوسك أكثر الوقت زمان إلا كان هذا المحهد في فاس بطبيعة الحال سنان تلقوه تلقوه تدخل العساة من أوروبا من أملكان واليابان كل شي تريد أن يحصل إلى المقابل يحصل يقرروا يقرروا طلبات يقلسوا لشهر وشهر وعين ويذهبوا ويطلبوا ويخصوه خاصوا المصارف وخاصوا الإمكانيات وخاص المسؤولين مسؤولين والمسؤولين شكونا دا باين لمشيت للجامعة الخاصة فاس المسؤول هو الرئيزي على باشي الوزير يعني ولا هوت الوزير خاصوا يريد له لا والمزير مطابع الحال يمكن له يمكن له يمكن له يمكن له يساعده ودك المعركة عندنا هنا قال في كلام زوين على كل حال ايه طبعا يقول لك ما بزيناش ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه دولة. نقول لك صراحة ما سأدخل لله من ودن سأخبر جميع ما عندي شعر. إذا ما الحمد لله أعطوني جائزة الدرابر حي لمشيس عن شخيات ودالك الكوستوم سوق مزور ديالك. علاش لأن تعطوها المهندسين الباحثين والمخترعين. إلا اختار عتي شي حاجة. وعلى الأقل مليار ديال الناس في الأرض ستعملوها ستعملوها الدرابر. ستعملوها للناس بعض المرات عالي ومشهور بكثير. كانت مشكلة مع البري نوبل لأنه أعلى مكاين في العالم. صحيح. ولكن ستعملوها بعض المرات للشينات يقول لك اه إلا مشيتي مئة ألف سنة ضوئية. ستجدوها واحد اسميتون الذي يمكن أن يكون فيها الناس. يمكن أن يكون الجودية لها بحظة يمكن أن يكون الجودية لها. ستعملوها للعلم. لدي ما نقول. ولكن وش فا وش كاينة شي فائدة ولا مكاينش ما تهمهمش. المهم. المعرفة تكون. نجتي شي حاجة اللي يعني عندها واحدة يعني. وراشد ليزاميك يشوف نفسه. أهل السهل نوبل. طبية الحال. لا ما عندي مشكلة معها. بك ما حيث مغريبي ومسلم ويدلو شيل العنصرية ما كانش تشوفه في نوبل واقع. ما كانش تشوفه في نوبل واقع. خرج الإنسان. نقول لا اصحاب. نفس السنة منعطوه للبري نوبل ديال. ديال على البطريات في الفين وتسعتاش كان واحد سيد مسلم شدو. لكن شي ما عنده تشعر. ما عنده علاقة. تنظن ما كان العلاقة اللي كان وهي أنه. أولا خاصة الاختراضية تكون يعني. درجة عالية مهمة. تتهم الإنسانية. آه. وتانيا كان دعم. كان الحواج اللي كي يدارو خلف. ولا دارو. دارو. دكشي بخبيع. والكواليس. كواليس. مهمة جدا. والأمريكان. تعرفك رشيد راشي. اليابانيين. تعرفك رشيد راشي. الاسرائيليين. تعرفك رشيد راشي. إذا انت يوصلوا. انت ما عندكش. شكون. واشنا ندير. ندير اللوبيل راشي. ما يتيناش. ما يعني ما يعني كين أمور اخرى اللي كتكون. كتكون حاضرة في الأقل. سي. ليه زي ميوت كلمنا. تكلمنا على. مش ترجع ولا ما ترجعش. المغرب. كدهر لي كين. عشرات. للأسماء المغربية ده بعمر العالم. ممكن ماذا ما قدرناش ن. نرجعهم لحدنا. خاسرين فيهم. دبا. دبا. ورت لك على الجزرح. ورت لك على الجزرح دبا. للغات الخاشة بيك. بيدوني لغاتي خاشة. صافقي. فدل. كتشوف مني واحد المدينة تعلموا بأن صاحب جلال قد يزورها. واحد الخمسطاش اليوم ولا شهر مقبلة يبدأوا. وتصبغوه الى آخرين. توجدوا. باش يكون ذاك شي هكا. حتى تعرفوا بأن صاحب جلال جاي. إذا الخطاب صاحب جلال 20 أغوشت قال. سنان استفدوه من المغربة الخارج الكفاءات. وعاد بدأوا يتحركوا. الناس. فقال هذا السلسل. وعادوا هادوا هادوا. الاخير سعي طوليسي راشيد. حتى درنا هذا الموضوع اليوم. لديه عشر اليام. فربات وجاءه. والكفاءات البربيات. ومغاربة. وضعمها. المستوى عالي. مهم. شنو تخرج من هذا شي هذا. نقول لك صارحة. سن ما عرف لحد دي. ما لانك ما زال عاد. تشي عاد. تشي عاد. تشي عاد. تشي عاد. تشي عاد. تشي عاد. ودروا دروا دي. بانال. وكل واحد يحدث دخال. وكل واحد يقول لخير. مهم. ذو الشي كان هائل. يعني من ناحية دي الترتيب. هو العام. كان هائل. لما نقول. ولكن. ولكن. شيني اللي. الشي من بعد. ولي. تنسلنا. ولذا. هاد شي ما زال ما كيفاش غزين. لديهم63. بخيره. وكين استعداد عند المغاربة انهم يخدموا بلادهم. انا اقول لك صراحة شخصيا. اه job. او لا謝謝 نق YEAH كل participe صراحة صافي صافي صديقي زميلي العزيز أستاذ الفان فاني تباك الله عليك سمعت كدك النهار وعجبتيني وكشي كيف يمكننا ندرك حاجة نويك ولا هل ليس يسافر دم صافي الحاجة الناتورال وحتي ديرها وشنو والهدف كله هو أن المغرب يستفيد من هذا الشعب شو بغي يعطي البلاد ورشيد يا زمي شنو بغينا نعطيه شنو بغي نحقق في بلاده اللي بغي نحقق عندي دباك ثلاثة ديال المشاريع المشروع الأول اللي بدينا فيه وباقي يريد تمويل العمام مشيش يتمويل بزاف ديال هاد المعهد التمييوز ديال فاس السنتر ديكسيلنس بطاريات فاس يعني ما بقى لنا شاي بزاف إن شاء الله كاين مشروع أخر وهو غادي يكون يعني متبع هاتش ديال هاد المعهد من بعد ما نهيئوا غادي نصابطوهم الواحد البيلوت باش يبدو المهندسين المغربة يصنعوا البطاريات اللي غادي نديروهم في السيارات الهربائية هذا البيلوت اتكلمت عليه وكان شي يعني مستثمرين عجبتهم للفكرة إن شاء الله تنتمينا في 2022 هذا كل البيلوت الشركة اللي غادي تبني هنا في فاس ولا في أي بلد من دينا في المغرب وعيكون بحلنا موداج قبل ما نديرو الجيغافاكتوري غادي نديرو هذا البيلوت هادا ما يتحش غالي بزاف ما شيل مليار دولار ما شيل مليار دولار ما شيل مليون دولار ما شيش حاجة بزاف بالنظر المستودي الحجم ومنين ان نصلوا لهذا المستوى وكون عندنا الاطار اللي عدمي وانش نديرو الجيغافاكتوري باش نتوكلها لها رأسنا لابن مشكل لواقع ان اوروبا فقط من عاس اوروبا المانيين خصوصا ما كانش عندهم اي اهتمام بالسيارة الكهربائية كانوا تقولوا معا صدعتين بالسيارة الكهربائية نحن عنا السيارات مزيانة اذا لا 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 الونيون اوغوبين قتلهم 2035 حتى الشي واحد الشاشي يعني صانع السيارة ما يصنع اي سيارة مشيك هربائية اذا كلهم حتى ال 2018 2019 عاد اوروبا فقط من الناس وقالوا غادي نديرو دابا عندهم واحد الاحد 24 جيغافاكتوري تصور مكان زيرو من دابا 2025 يكونوا 24 ل 25 جيغافاكتوري اه المشكلة لهم اولا ما عندهمش لرسورس نانا يجيوه للغرافيت نانا يجيوه للفصفات وثانيا نانا يجيبه الكادر مهندسين مكينيش مكينيش يجيبه من اسيا ها ناسيا مقدم علينا السينين مقدمين علينا والمغرب كيفش ممكن يربح فهد المخاربه ايه وهد الشي اللي تنشوف انا انا هيئنا المغاربة هنا في مستوى عالي ونو زمان نذكروا على راسنا زمان انا ان كانت سغنو نعولوا على راسنا يكونوا عندنا كل عام نخرجوا 10 15 و 20 المهندسين مختصين مدرجة عالية لان الاساتيدة كانت في المغرب كانت اساتيدة نجيبه من الخارج وهد الاساتيدة اصدقاء دياليزو ملاديين تقول لهم عند محبب هالي مبغى شو صحيح خس المادة يا صحاب المادة كانت اسحاب المادة كانت اسحاب المادة كانت اسحاب المادة لأسف ما بقىش الوقت بزاف ولكن نعطي بعض العبارات وبغيت التعليق ديالك يكون سريع في رشيد اليازمي ولكن بدون لغتي خشب جبل تروبيك كنز في عمق البحر يضع المغرب تحت اطماع القوى العظمى صحيح انا راك نقرأ على هذا الجبل ولكن الله ما فهموش فيه هذا الجبل فيه تنظن ثلاث متر اللي اللي علوه وهو براسه الف متر تحت الماء تحت الماء فيه الليتيوم فيه الكوبالد فيه التاليوم فيه المواد النادرة وعندها يعني قيمة عائلة اذا بقى المشكل جد المشاكل اولا واش يمكننا نستطمره هذا الجبل بلا من نلوتو البيئة يعني الحوت يمكن ما تشغلوش ها اللولا وثانيا واش كاينا عنا التكنولوجيا اللي يمكننا نخرج الليتيوم والكوبالد تحت ثامان اقل بلا خرجنا من من نعمين نعمال الاخير نجد الاشياء والثامان المغرب يراهن على السيارات الخضراء لمواكبة توجهات السوق الدولية تعليق سريع بدون لغة خشب ايوه طبيعا الحال البغريبة مع كيف قلت كاينا الموجة اذا نحسب الموجة جاية اصنعوش دراسنا اصنعوش دراسنا اذا بالنسبة لي نقول صراحة كاينا نحية الطاقة ديالهات السيارات الخضراء انت تقول خضراء تنفكره في الهيدروجين ايه ايه الهيدروجين الى ما استعملناش في المكان فاش تتصنع ثمان دياله تتصنع بزر اذا بالنسبة لي الهيدروجين المستقبل دياله يعني كا الطاقة ماشي من عودة نقول لك انا عودة القبائلة بان البرزيدور رئيس بوش في 2008 قالهم غادي ينمشوا الهيدروجين وقالهم انا عندي واحد حلم ان الملكان يمكنهم يمشوا من نيويورك حتى لوس انجلس في واحدة سيارة الهيدروجين فين هي بذن صعيبة شاب مغربي يخترع اول سيارة تعمل بالهيدروجين تعليق سريع ما كانش اول اسم علي هذا خطأ كبير مني كنت في كاليفورنيا في 2005 جات بيم دوبل في سيارة الهيدروجين وصرتها بيدي 2005 كانت سيارة الهيدروجين كانت سيارة الهيدروجين كانوا ما سواصل ما شعرت أنت سمير لأنه كان ما يسمى باااااااااااااااااااا بمعنى هاااااااااااااااااا во بطاريات ستستعمل الهيدروجين والأكسجين للهواء سهل ستخد الهيدروجين للهواء وتخدم الهيدروجين لديك خزان للهيدروجين وكاتت تخمبينهم بدون مواد حق axle وكاتت تخرج منها الماء تخمبين من أن تمزج الهيدروجين مع الأكسجين لذلك يخرج الماء وكاتت خمبين ما هي حالة هذا لذلك ليس جديد لا تريدنا أن نعود مغمطوا الناس لا هذا باري حاجة جديدة هو اشتناع الكارتوش يقول لك يا ضينا ناخدوا الكارتوش ونزلوه هكا ونبدلو وهذا الكارتوش هذا اليدروجين غادي سعطيني واحد ستمية وسبعيات كيلومتر وغس نشوفها بعينها المغرب يستعد لفرض الانجليزية ضمن معايير تخرج بالجامعات هذا واجب ما عندنا لين عليه الانجليزية دابا والصينية مدى بعشر سنين اه ته الصينية اه ما تشوفها الوحد يخصوه يوجد المستقبل اه انا اول مرة انا بنتي تقول لا تعلم الصينية انا الصين انا جاي هذا الشيء هذا الشيء اللي في الصين لا تصورش هذا الشيء بزاف اه لانه طموح ديال الصين ويقولوا اول دولة عالة في العالم فهذا الشي ديال الاقتصاد اه اذا اشوف في الوحد يديا لهم الى السولتيني هذيك التسنين سي راشيد واش زي ما تنصح الناس يستعملوا البطارية السينية في السيارة الكهربائية غطار اه با هي اللي كاينة اه هي اللي كاينة مش هذيك الصورة اللي عدنا نحن صافي لانه لانه الشي نوى لانه الشي نوى ناسي ادكيه او تي قلدو تيسميتو تديرو احسن مكاين في العالم اه اه ده بشير الشركات الاوروبية كلها وقفة على الصين الناس سمعت السيارة الكهربائية في اوروبية مهم البطارية ديالا نسمعها في الصين بصين نساليه بعزيز اخ النوش رئيس الحكومة اللي كان قال هجرة الادمغة تعكسه جودة الاطباء والمهندسين في المغرب تعليق سهل طبيعات الحال صحيح صحيح الى كان طبيب مغربي ولا مهندس مغربي وعنده واحد الكافاءة الى اخر طبيعات الحال الناس سيطلبه اذا هذا صحح انه يعني اه وكي يخسن سوله ورسنا عشمك يبقى وش معانا ما تبقى وش معانا ما عطيتهم مش الضروف ويبقى ووهدوك عاطينهم احسن احسن طيب سير رشيد يا سامي قول من سالي بغيتك تكلم مع الشباب اللي كيشوفوا فيك نموذج وعندهم طموح انهم يديروا اسميتهم في البحث العلمي باش تنصحهم بيه صرحة وبيدوا اللغة تخشع ايوه الشباب طبيعة الحال اولا يقصوا ميامنوا برسهم وخصوا ميتعولوا على رسهم ديما اذا يعول على هذا وهذا وهذا يمكن ما يوصلش واحد يعول على رسهم ولكن يقصوا ياخد الفائدة من الاساتي دا والناس الكبر منه ويكون عنده شوية ديال كريوزيت يكون شوية فضولي فضولي ايجابي شوية فضولي ايجابي فضولي ما هكف هدث ميتو وعلاش هذا يمكننا نبدله كل شي ممكن له تحسن اي حاجة في العقل نزلنا هنا يمكننا تحسن اذا سواء الرسهم كيف يمكننا نحسن هذا وكيف يمكننا نبدل هذا الاخر متسكن هذا العقلية هذي وتبقى له فراس وفراس وحتى تلجح كينجح تينجح لازم سبعوها الشباب من عند رشيد ليزيمي تكلمسي بيدون لغة خشب يحسين بها ورفة الظار ما لكم شي خشب هنا كينليثيوم موجود ولكن الخشب ما كينش الحكم نهائي طبيعة الحال للمستمعين والمشاهدين شكرا العالم رشيد ليزيمي شكرا وفاء فائز اللي كانت معنا في اخراج الصوت كريم نيسي في اخراج الصورة عبد الرحيم ياك عبد الرحيم سابقي وصفاء سي رجدين في التصوير حوارتنا دائما بدون لغة خشب بدون مواضحة فضاء اشفقها رفعات الجلسة اشتركوا في القناة